ديوانة فيم لايف على صفحة الفيسبوك وينما كنتوا تسمعوا في ديوانة فيم في الخدمة في الطريق في الدار أهلا وسهلا خليكم معنا برشة اكتواليتي بيش نحكيوا فيها اليوم توت الاكتواليتي تلقاوها عندنا على ديوانة فيم في مختلف البرامج متاعنا مصبح للليل ما يفوتكم حتى شيء على ديوانة فيم سلموا عليكيب اللي معانا اليوم في الاخراج نصبحوا على المخرج متاعنا صديقنا العزيز الحبيب الشمانجي بوزجور عالديجيتال اليوم معانا صاحب الكرسي الذهبي للديجيتال خيتلو لقاب ميلا ميلا شنوها قال كنا جيت بكرسي ما ينجب كون كن كرسي ذهبي حسين يحيا صباح خير حسين في الاعداد الثنائي المتميز زميلتنا المنشطة صاحبت الصوت الجميل والرقيق اللي نحلوا عينينا بصوتها الصباح على ديوان افهم ايمان السكوحي وعن بعد هي بعيدة ولكن قريبة لانمتابعة معانا الاعداد لحظة بلحظة زميلتنا الصحفية ميلاك اللوميا نوت خونيكوز ديو مختصة في الكومميزية في امال عدويني بانجور سباح النور عسوها نهارك دين عما حاليتو الحمد لله نورتنا نورتنا شميسة 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 وأنتي سيارت شارنة شارنة شو البرحة لي لبسة كل مانطة يناولي طقس نتبع نتبع نلبيس حاجة خفيفة وفقة حاجة أخشن شوية حاجة أخرى وضب أنتبع في الطقس يلا وفيها نبدأ ونعطيكم فكرة على العنوين اللي باش نتعرضوه لها اليوم صندوق النقد الدولي التواصل مع تونس بشعن القرض مستمر رغم موقف سعيد الناطق باسم الخارجية الصينية حول انضمام تونس لبريكس منفتحون على الجميع القبض على مروج مخدرات أمام مدرسة في المرسى وقفة احتجاجية للصحفيين أمام البرلمان بسبب منعهم من ممارسة حقهم في تغطية أشغال البرلمان 27 أبريل إضراب لجامعة التعليم العالي وعندنا كل الأسباب في جرجيس معلمة تعنف تلميذة الثالثة ابتدائي والمندوبة جهوية للتربية على الخط هذو ما بعض من المواضيع اللي بش نتعرضولها أيضا عنا عودة للحادثة اللي صارت في سفيقس الاعتداء بالعنف اللي صار على مواتنا كانت معانا البرح بالتليفون وبش ناخدوا اليوم الطرف الآخر في هالحركة هذية اللي صارت كان نجموا وانقلوا وقلنا لهم البرح وأنه عندك حق الرد وطلب حق الرد إن شاء الله يكون معانا في المباشر بعد شوية يلا نبدأ مع بعضنا بش نبدأ بصورة من الواقع خلينا نشوفوا الصورة هذية أحنا اخترنا الصورة وهو فما زيدة حتى فيديوات توثق ما حدث البيرح غاز موسيل للدموع إصابات في قاعة الجرجيني تدافع في الجمهور يعني بالحق البيرح ربي استرنا من كارثة شكرا حسيم هاوي وعرفين أزيدة في الفيديو ربي استرنا من كارثة البيرح في ماتش كرة السلة في قاعة مغطات أنا بنت كرة السلة أنا بنت الزهرة عائلت زوجي من رادس فتربينا وكبرنا على حضور مقابلات كرة السلة مستحيل كان يوصل درجة العنف للدرجة هذي مستحيل وإحنا صغار في العمر وبنات ونمشي ونحضروا ونتفرجوا ونتبعوا في رقم تاعنا في كل بلاسة تلعب ما كناش هكا ما كناش يوصل للدرجة هذي نحكي في كرة السلة ما كناش نحكي على الاستادات الكبيرة استادات المكشوفة على كرة القدم نحكي على كرة السلة نحكي على كرة اليد كان نادي رنوين توصل عمليات عنف كيما هكية تصير وحتى كي تصير تصير البرم القاعة ما تصيرش داخل القاعة شنوه اللي صار البيرح نشوف في مشهد أنا الحقيقة ما لقيت له حتى تبرير صباح نسمع في صباح مفتاح في وزارة الداخلية في السيد فكر بوزغاية يقولوا أنه التحقيق تم تفتح لنظر في التفاصيل شنوه اللي صار ولكن مهما بشيكون هذا التحقيق أعطيني شنوه اللي يفسر عبيد تايحة الحديد مقلعة عبيد تايحة فوق بعضها وبعض قوات الأمن بالمترك والناس طايحة على بعضها معناه ما فهمتش ما شافوش اللي لعبت طايحة على بعضها ما شافوش ما حسوش بهول المسيبة معناه وأنه التنجم تصير تنجم وتحو أرواح كنو البيرح راو بكل بكل بساطة خلينا نسميه الأشيب بمسمياتها شنوه هيدا العنف أميل عليش هاكية أحنا نحبه الشباب متاعنا وديما نشجعه الشباب على الرياضة وعلى الثقافة وقولوا ما يزمش الشيب يقعد في فراغ باش ما يمشيش للتطرف باش ما يمشيش للإنحراف باش ما ينجرش الحتة مربع خايب في حياته أنا معاش نشجع الشباب باش يمشيوا يحضروا مقابلات ولا باش يتابعوا رياضه هذا هو عفيف عندك الحق وانتي ذكرت نقطة مهمة برشة اللي قلت اللي في الرياضات هذية بالذات كانت فهمة لبنات يبدأوا موجودين العائلات يبدأوا موجودين وما كانش فهمة عنفرة والهوند والبولي والباسكيت سي الرياضات تعطع بر خطر وكأنها رياضات نبيلة بيأتمي معنى الكلمة لأنك تمشي انتي وعايلتك تمشي تهز صغارك بش يتفرجوا الشباب حتى الموجودين رام سيليكسيوني مش مبورتكي يمشي يتفرج في الرياضات هذية ولكن اللي شفناه البارح حاجة حقيقة وصمة عارة بالنسبة لتونس أنه في قاعة مغتاة فما سعى الجاز اللي بدأ المملول وبعد يتحصروا يعني الجمهور يتحصر في كوان ويبدأوا طيحين على بعضهم بطريقة هما ملقوا شوين يهربوا بطريقة فما شكون فيهم تاح أكيد هما معناها خاضعين للعلاج حاجة أسف للحامد الله هو الحمد الله وأنهم بخير معناها أنه كانت جروح طفيفة الحمد الله الحمد الله ولكن أنا فخليه الكاتستخافة الحمد الله منعنا من عمر العديد آخر وشفنا حاجات كيمهاكا وقعات كيمهاكا صارت في استادات في الخارج صارت في دي مانيفستاشن ومعناها وأنهم يصير تدفع كيمهاكا كيمهاكا بالضبط هذا هو عفاف اللي رده بالنا لأن المنشآت الرياضية والأمن الموجود في المنشآت الرياضية أول رسالة بالنسبة له وأول مهمة بالنسبة له هو حماية الجمهور كما حماية الملاعبية وحماية التاقم التحكيمي فما قانون في هذا فما قانون وفما تم نشر القانون هذية وفيها كيفية حماية الجمهور كيفية حماية المراقبين كيفية حماية التاقم التحكيمي حماية الملاعبية يعني راه الناس اللي موجودة غادي هي أمانة بأتم معنى الكلمة ومن ناحية أخرى زيدا سجلوا راهوا فما ديبلسي في الأمن زيدا يبدو أنه سبعة ظهر لعدد سمعته الصباح دونك زيدا علي نوصلوا هكي عليش في الرياضة 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 اللي يتغذي للنفس والروح النجم يكون نعطيف حاجة أخرى راه المستادات والملاعب والملاعب بصفة عامة راي هي وجه للمجتمع المجتمع متاعنا قاعد يعيش حالة من العنف في العديد من المجالات دونك ويتجسد هذية في الملاعب وتخرج أحيانا من الملاعب إلى الشوارع فباش ما تخرجش من الملاعب للشوارع علينا تأثير الجمهور ومرافقة الجمهور وأنك تعطيه الملاعب للمتنفس لأنها هي متنفس باش ينجم يعبر فيها على رايه وأي غناية تتغنى وأي حاجة تتغنى راه على الأقل ينفس على نفسه من برشة الضغوطات اللي هو يعيشها في الشارع يعيشها في المدرسة يعيشها معه في العائلة يعيشها في المجتمع دونك يعتبر الملعب راهوا متنفس للشباب ردوا بالنا ردوا بالنا برشة في التعامل مع الجمهور لأنه مشكلة الجمهور راهوا ينجم يمشي إلى الشارع مرة أخرى وأحنا نحكيه وأنه لابدنا من عودة الجمهور للمقابلة الرياضية وما فماش عليش وأنك تحد لي عدد الجمهور كيما كنا كيما كنا معناه فماش أسخن من الدربيات بين التراجي والفريقي مثلا وكانت تتعدى لبيس والناس تفرح والناس بوقتها يعيشوا كل منافسة هديكة ويأكلوا بعضهم أنت يكلوا بيس أنت إسبرانتيس ويروحوا مع بعضهم ويروحوا مع بعضهم وخسارة وكها وخسارة عموما هذي ينقص خطر لابد من أخذ الدروس والعبرة من اللي صار الحمد لله على وليدتنا لبيس إن شاء الله زياد الأمنيين يكونوا لبيس اللي يجرحوا ولكن ما نجموش نواصلوا كما هكي ما نجموش نواصلوا بالطريقة هذه وقفة احتجاجية للصحفيين اليوم عميم